احنا مثلا في الجبل هوا شباب هنا بنجيب قعد الصخور عندي القطاع الطبقات المتنوعة عندنا وده الجزء عملي احنا عملناه بنوريكم. ان انا من خلال الصخور هنا بنجيب عيناتها. بنجيب من كل مسافة معينة في القطاع الجيولوجي اللي عندي بنجيب عينة. احنا مثلا ده قطاع قدامي هو تكاتب العينة A3 و A4. وحاطة اسكيل هنا. لان المفروض ما بين كل عينة وعينة تقريبا من خمسة الى تلاتين صمت. ده اول حاجة ان انا ازاي بقى هستخدم كوسيلة للمضهاء في الصخور الرصوبية او الطبقات خاصة عندما نفتقد الى وجود احافير ويصعب تحديد العمر الزمني بنستخدم خاصية الخاصية دي بقى تطبيقها عملي ان احنا بنجيب قطاع جيولوجي بيتم جمع عينات من هذا القطاع. والمسافة ما بين كل عينة وعينة من خمسة الى تلاتين صمت بحد اكسر. بيتم تجميع العينات وهكذا. نجمع بعينات وطبعا احنا بنجيب قولك ان ده القلم الماركر اللي حطيته هنا تقريبا المسافة هنا في حدود تلاتين صمت. بنجمع مجموعة عينات من القطاع الجيولوجي اللي عندي والقطاعات الاخرى اللي انا عاوز اعمل ما بينهم مضهة. دي اول خطوة بنبتدي ننفسه. بنغد عينة من هذا الصخ. ونعبيها في الكيس عندي وندي لها رقم. والعينة اللي بعدها نفس القصة وهكذا العينة اي 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 سيكس اي سيفن اي تين and so on. ناخد انا العينات ديت بقى ونشتغل في ده شغل الفلد. نرجع للمعمل ونقيس قياسات الماجنيتك ساسبيتيبلت وده ان شاء الله هناخد برضك ان شاء الله اللي جاي ان في نوعين من القياسات ممكن نقيس من الفلد مباشرة ان في اجهزة بتقيس من الفلد مباشرة ان هنحط الجهاز هنا ونقيس عليه ونقيس كيمة المغناطسية ونسجل اوه بتسجل في الجهاز. وبعد تلاتين سنطة نضع الجهاز في نفس النقطة دي اللي انا مندي لها الرقم ونقيس الماجنيتك وتسجل في القياس. بعدها بتلاتين سنطة او خمسة وعشرين بنسبت المسافة اللي انا عاوز نقيسها بتقريبا من خمسة الى تلاتين سنطة. ما زودش عن تلاتين سنطة. وما تقلش تقريبا عن خمسة سنطة. وبنقيس. او الطريقة التانية ان انا بجيب العينات وبروح المعمل وبقيس عندي الجهاز التاني ده اللي ان شاء الله هنت تعلمه مع بعض في المعمل. ان انا باخد العينة وباخد منها تقريبا في حدود عشرة او عشرين جرام. وبنفتته وبنحطهم في بوكس بلاستيك بوكس زي ده. وبنحط في الجهاز وبنقيس وبنكتب القيم وهكذا بنسجل كل عينة وسطها قيمة كل عينة وبنسجل لها وطبعا القياسات هنا بنتم ان انا نقيس العينة تلات مرات وناخد المتوسط بينهم. بالاضافة ان انا بنعمل للجهاز كل فترة. وده ان شاء الله هنتعلمه ايه في العمل مع بعض. المهم ان انا بعد ما اخدت العينات اللي جمعتها من الجبل. واستها في المعمل. وعملت جدول. وكتبت رقم العينة. وقيمة لها. هنرجع نروح بقى بعد كده. نطبق او نرسم هذه القيم اللي احنا اخدناها هي الدقيقة ما هي مختلفة يا شباب. ده سامبل نمبر. وقيمة بتاعتها. وطبعا بنطبق اللي هي اللي هي اسم الفورميشن اللي تم تجميع منه العينة. وده طبعا احنا اخدناها في سنة تانية في الترمي التاني في مادة الليس والسراتيجرافي. وعرفنا يعني ايه ضعو الفورميشن ويعني ايه دخل الفورميشن. وايه العصر بتاعها. خدنا العينات واسناها. وكتبنا لقيم الماجنيتك ساسبيتي بيليتي بنيجي لمرحلة اللي هي مرحلة التمثيل البيانة. زي ما تشايفين هنا دي مرحلة التمثيل البيانة. فوقع على على الافق المحور السينات بالنسبة لي اللي هي قيمة الماجنيتك ساسبيتي بيليتي اللي هي الاكس او الكي زي ما اتفقنا. والهايت اللي هي السامبل نومبر اللي هي بالنسبة لي بقى ادهايت ده بالنسبة لي ده ايه ده عبارة عن الطبقات. الهايت ده عبارة عن السيكنس. انا مسلا بدأت بداية الجبل معايا قد البداية. وبعد كل خمسة سنطي خدت عينة 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 وهكذا. محور اكس ومحور واي بالنسبة لي محور واي ده ده بقى الطبقات او الجيولوجيا بالنسبة لي. ومحور اكس ده بالنسبة للجيوفيزيا او القيم الماجنيستس. اللي اتنين مع بعض بقى بيعمل لي ايه? تطبيقات الجيوفيزيائية. ده زي نقدر نقول ماجنيستس بيتيبيليتي ده خاصية فيزيائية. ومحور واي ده عبارة عن صخور او طبقات فوق بعضها ده جيولوجيا. اللي اتنين مع بعض فيزيا مع جيولوجيا يعمل لي الجيوفيزيا اللي هو تخصص. واضح شباب? كل عينة هنطبق ونحط اول عينة خالص كان لها قيمة ماجنيستس بيتيبيليتي. العينة التانية هكذا لها قيمة ماجنيستس بيتيبيليتي. العينة التالتة العينة الرابعة العينة الخامسة وهكذا انت سعون. الى ان تنتهي من مجموع العينات اللي انت جمحتها. ونوقع الكيف زي متشايفين كده. طيب. هنا مثلا العينة خمسة وتلاتين. او العينة بعد خمسة وتلاتين سمتي. لان احنا طبعا ده عبارة عن الهايد الارتفاع. ده العينة الاولى التانية التالتة الرابعة الخامسة. ولكن القيم هنا هي قيم ارتفاع. يعني ده بداية الجبل اللي هو اول ما بدأت اول عينة ارتفاحها الصفر بالنسبة له. بعد خمسة سمتي خدت عينة تانية. فخمسة هنا ترمز الى العينة التانية. عشرة سمتي ترمز الى العينة رقم تلاتة. خمسة عشر سمتي ترمز الى العينة رقم اربعة وهكذا. الكطاع اللي تم تجميع العينات منه بنبتدن نمثله على المحور الصادات وقيم الماجنيتك ساسبتيبلتي لكل عينة على المحور السيناء. ينتج عنه كيرف بهذا الشكل اللي احنا شايفينه ده مع مع بعض. طيب. الكيرف ده اللي احنا شايفينه نصغر لكم شواشا نتضح الكيرف بشكل عام. احنا شايفين الكيرف ده. المنحنة ده. يبقى المنحنة ده عبارة عن ايه? القيم. قيمة الماجنيتك ساسبتيبلتي. والمحور الاخر بمثلي ارتفاع العينة عندي من نقطة البداية. الارتفاع هنا مش بالنسبة لسطح البحر. لا بالنسبة لنقطة البداية. في اي قطاع جابلي انا بدأت من سطح الارض. اول عينة صف. تاني عينة بعد خمسة سنت. تالت عينة بعد عشر سنت. وهكذا. بعد ما تم التوقيع القيم ماجنيتك ساسبتيبلتي وارتفاع العينات ظهر لي كيرف بهذا الشكل. بهذا المنحن.